السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. برحب بكل المشتركين معي في القناة. وبرحب بالمشتركين الجداد معي في القناة. وبشكركم على التعليقات. النهاردة قراءة عاطفية لموليد برج السور. نبدأ برج السور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السور. برج السور في الفترة الاولى من القراءة. المدة اللي احنا قلناها. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. اه هيكون عندكم في الفترة دي. يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. اه لكن يا برج السور التارد بيحذرك في الفترة دي من العينات. لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده. يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب. هيكون عندك شوية عينات كده. اه تخلي بالك منهم. اه شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. اه ممكن برج الصور يعني في امور اه اه انت بتفهمها غلط في امور كتير انت بتفهمها غلط. او تكون اه ردود افعالك مش مش ملأم للموقف يعني مش على قد الموقف. او غير الموقف خالص يعني ردود افعالك. اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة. في المدة الاولى. برضو مناسبة جدا عندك للحب. وفي عندكو احتمال كبير مقابلة الشخص المناسب. يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج الصور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا. في طاقات ترابية طبعا طاقتك. شايفة كمان العزراء. طاقة ترابية تانية غيرك. وفي طاقات مائية ونارية كمان. طيب يلا نشوف حكاية الصور مع الابراج دي. مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول اني شايفك يا برج الصور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية. حابب تطور من نفسك على المستوى العملي. وشايفك بتفكر في يعني انك توصل لدرجات اعلى او او شايفك كمان بتبتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير جديدة وبتسعى لتحقيقها. عايز تحققها عايز تنفزها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفك متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده. بس شايفك مصمم عارف انت تتعمل ايه وعايز توصل لايه. وطبعا بالتوفيق اه لكل مواليد برج الصور. النحية العاطفية شايفة اه عند مواليد برج الصور شايفة انفصال وشايفة انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج الصور. اه بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال. بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا. ودا سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه لسه مستنيه يرجع. يعني رغم انك مش بتزهر ده. يعني شايفك مش بتزهر ده على الاقل اللي حواليك. شايفة فيش طياء وحنين من الطرفين يا برج الصور. يعني عند بعضوكو الحبيب برضو تعبين وبيفكر فيك باستمرار. بيفكر كمان اه يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تفكير وحساب للنفس. يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان. بيحاسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه كأنه بيعطبك او بيلومك. هو تعبين جدا. بس رغم كل تعبه ده انا شايفة مش عايز يتكلم في الفترة دي. بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته. بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اشوف هيعمل ايه? او هتروح لفين العلاقة? بس شايفة في بعضوكو في الاتصال اتقفل تماما. عشان كمان في كمان اه شايفة عند بعضوكو محكمة. شايفة محكمة والطرف التاني آآ عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة. او بيعمل حاجة جديدة. بصوا شوفوا بقى. هو فيه نسبة كبيرة جدا فيه رجوع للشريك. بس مطلوب منك يا برج الصور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك. يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي. عندك افقار سلبية كتير. عندك آآ آآ جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر. اغلب الوقت. يعني اغلب اوقات يومك عايش هكده. ما بتنامش كويس خالص. آآ يعني انا بطمنت برج الصور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية. يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي. آآ وموفق بازن الله في اغلب امور حياتك. آآ وانت اصلا فلاكيا يا برج الصور في شهر مايو هيكون بالنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة. وانهاية كل سيء من حياتك. يعني عزكوا تتفقلوا وتستقبلوا كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في ابراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية آآ اسباحوا منافذ الطاقة عندكم. شايف عندك حزوص كتير يا برج الصور. آآ وعندك آآ يعني تدخلات الهية في امور في بعض امور حياتك. يعني بعد ما عاشت فترة كبيرة في في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل. حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك. عندك فترة جاية آآ رائعة بصراحة. في انطلاقات جديدة وكبيرة. آآ في لقاءات منها هتكون آآ يعني آآ آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش آآ بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل في لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدات كده على خفيف. بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج السور. برج السور والعاطفة. آآ يعني شايفة كمان عندكم بعض مواليد برج السور آآ في الفترة اللي فاتت دي تعرض كتير لخزلين. فشل متتالف علاقات. يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج السور ما حصلش فيها آآ أي آآ أي نجاح. يعني كلها علاقات رو شايفة فيها انفصال. يعني كلها برج السور ما توفقش فيها. شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل. بعدكم عنده مشاكل كمان مع الاهل. آآ قلبك قعد لفترة يا برج السور مكسور. ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي. يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حاسته لحد دلوقتي. آآ الانفصال اللي انا شايفة شايفة مع ابراج مائية. وابراج نارية. آآ وفي حب كبير كمان. يعني برغم البعض ده في حب كبير كمان. آآ النسبة كبيرة في رجوع مع ابراج آآ نارية. ان شاء الله يا رب. وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي. شايفك يا برج السور انت اتعلمت. انت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفك قعد آآ 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 كنت تعبين وآآ كنت بتعاني بس في نفس الوقت. هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك. كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني آآ آآ كان آآ هو علمك حاجات كتير. وعشان كده انت هترجع بشكل افضل. يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني انتو هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت تشايف الامور بشكل اوضح. يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك. يعني كنت بتفتكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها. عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم. وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا. يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم. يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش. بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي. بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها? ايه اللي نعمله? ايه اللي ما نعملوش? ده حصل لك في الفترة دي. كمان او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. انت شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك او كان فيه كلام عن حياتك بتقولوا الاشخاص الاشخاص تانية ما لها ان هي تعرف حاجة عن حياتك. انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك لي حدود ولي وضع معين هو موجود فيه. ودي حاجة كويسة. يعني برغم تعبك. دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها. فعلا اهو. يعني الكارت اللي سلعلك تاني انت انت محتاج انك اي حد عملك وجع او سببلك الم يعني واتخدعت منه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريد بيها. او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا. وده علشان تقدر تستقر. يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك باجابية. لان انت كمان يا برج السور زعلت ناس عزيزة عليك. في الفترة اللي فاتت بعضكو. زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي. اه وهي اصلا كانت فاترة توطر في حياتك. اه اه لازم تحاول تصلح ده. اه في علاقات يا برج السور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها. اه ام شايفة عندك استعداد. شايفك مستعد في الفترة دي انك تبدأ اه وتعمل كده. انك تصلح فيها علاقات محتاج انك تصلحها. شايفك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. ازاك لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله. اه لازم تصلح ده معيه. شايفة القراءة ايجابية. وفيه تطور كبير كبير اوي في اه اه في معظم امور حياتك ان شاء الله. فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة. الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة. اه سمح يا برج السور. لان شايفة عند البعض الحبيب ندمان جدا. عند بعضكو. شايفة فيه ندم كبير جدا. قلبه موجوع عليك اكتر من نفسك.